علاقة الفنون تشكيلي مثلا بالشعر عندنا تجربة كبيرة في القرن العشرين دي الشعر كبير لي هو هنا شغل يشتغل مع جميع الرسامين دي القرنة اشتغل مع جورج بغاك اشتغل مع بيكاسو اشتغل مع فيرادة سيلفا اشتغل مع تخيستون تزاغا اشتغل مع فيكتور بغوناغ يعني اسمه كتير ربما وحد معه زواوكي يعني هاد الناس كامل يشتغل معهم لدرجة انه هو والتي يرسم ونذكروا واحد الديوان دي الشعر دياله اللي اسمه اللي كان كل قصيدة شعرية مصحوبة بلوحة فنية اللي هي في نفس الان قصيدة شعر فينك يوقف فينك توقف المخيلة في الانتقال من بيت شعري الى بيت شعري مصور وخاصة اللي غد يكون تشكيل مثلا او موسيقى او لا اعتقد انه كل ما كان بالنسبة للشعر كل ما كان اكثر اطلاعا على الفنون البصرية كل ما كانت هناك هوامش كبرى تفتح امامه للتحاور وليقامة جسور تواصل مع هذه الفنون للاسف كما اشرت في الغرب هناك هذه الدينامية دينامية التلاقح وتجادب الموجودة بين الفنون البصرية طبعا هذا الاعتبارات كثيرة تتعلق بطبيعة السياق الثقافي واجتماعي الاخرين بينما نحن في الثقافة العربية المعاصرة نجد ان هناك حدود فاصلة ربما تتطلب يعني الدراسات لمعرفة شيء الذي يؤدي في النهاية الى ان كل صنف ابداعي يتحرك داخل جزيرة وجزر معزولة دون ان تكون هناك يعني الجزر للتواصل رغم ان لامكانية التحاول او التفاعل بين الاجناس او بين الاصناف الابداعي بشكل عام هي متوفرة بشكل كبير بشكل كبير ركز موضوع موضوع اشتركوا في القناة